النهاردة كان فيه القضية بتاعة الحكم في القضية بتاعة أحمد فتوح وتم تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى 16 نوفمبر اللي جاي إن شاء الله النهاردة محكمة جنيات المطروح خدت القرار ده وأخلوا سبيل فتوح بعدما فتوح حضر اليوم النطق بالحكم بنفسه يعني وحسب معلوماتنا أرملت الراحل أحمد الشبكي اللي كان توفاه الله في الحادث اللي عمله أحمد فتوح وفقت على التصالح مع فتوح في وقاعة الحادثة دي والأمور خلاص ما فيهاش مشكلة أرملت الرجل ترازلت عن الحق المدني والدعوة الجنائية ضد فتوح كنها الوصية على الأمناء أمام هيئة المحكمة فتفاصيل يعني فضل أمور بسيطة وزي ما تقولكم أنا مش محيب أعلق في الكسر تلك الفتوح دي خالص لأنها أمام القضاء ولكن كون إن أسرة الراحل وفقت على التصالح أو وفقت على التنازل فربنا يعين فتوح في الأيام اللي جاية إن شاء الله الأمور تبقى بالنسبة له أفضل الأيام اللي جاية بقول كده بعدما الأسرة المتوفي وفقت على التصالح أو عند التنازل كنتش أقول الجملة دي أبداً ولحد الشغال يعني احتراماً لأسرة المتوفي طيب جاية